الآن ذكر بأننا لازلنا في حرب مع بقية هذه العصابة بدليل أن إذا أخذنا فقط نقطة الأموال منهوبة استرجعنا 30 مليار دولار فقط يعني ما تزال الأمور في بدايتها شوف بان كونو صراحة فضل نرى أن ماذا بنا رئيس الجمهورية والجزائر تتقدم للأمام يقوله الصراحة والشاب الرئيس ما لدينا هذا القانونة المحترمة يتباح كثير من المواطن الجزائر الفساد ما زال كاين إلا أن المجهود المبذول لمحاربة الفساد مجهود كبير وقضينا على جزء كبير من الفساد في الجزائر ولكن ما زال هناك الفساد أو تكلم الأقصيدي على أن ما زال متجذر في القاعدة المحلية على المستوى المحلي ما زال المواطن يشتاكي من البيغرقراطية ومن الحقرة ومن التعسف ومن مناطق الظل ولا تزادت تظل التاحة ولا كان أسود ولا أسود حامق يعني كما يقولوا التوعنا وبالتالي نحن ما نش نعمه ولكن كاين بعض الأمورات وحد الخلالات اللي ما زال الفساد ما زال يمشي ما زال طامع يقول لك تنقلب العجلة إلى الجهة الأخرى وبالتالي هذا الاستمرار أنا نذكرك فقالت الأخ قادة رئيس الجمهورية في لقاءته مع الإعلام مع وسائل الإعلام يتكلم مباشرة يقول لك أنا نمد تعليمة التعليمة أو توجيهات معينة لكي تطبق نضرب عليها شهر أو شهرين أو ما شعر كذا نعاود نبحث على هذه التعليمة نصيبها ما زال ما تطبقتش لماذا ما تطبقتش لأن هناك ناس هنا نوعان من الناس كاين بيجهل كما كان يقول صعيدي ما وش عارف وكذا وكاين اللي تابع لأجندا معينة لأنه شوف ما ننساهش باللي احنا في داخل الصفوف الداخلية كاين هناك ناس يخدموا لأجندات لكسر كل ما هو حسن كل ما هو نية حسنة احنا اليوم احنا رئيس الجمهورية او المواطنين او البرلمانيين او كذا نسعى لتقوية والقيام بدولة جزائرية قوية ذات اسس متينة الان الناس المندسين دهب بنية بقصد او بغير قصد كاين اللي بنيته كما يقول بعض العلماء يقول لك كاين الغبي يعتبر عاميل وهو غبي ما وش عاميل والله يخدم خدمة العاميل بلا ما يدري نقطة 30 مليار دولار كيف تشوف انا بالنسبة لي او قلتها في وقتها ممتلكات وعقارات ممتلكات هو حسب خطاب الرئيس يعني هناك بعض الدول ابدت استعدادها للتفاوض حول استرجاع الابوال ولكن تعرف بلي هذه مسألة معقدة جدا قلناها في وقتها نهار اللي قلنا باش نسترجع على الموار قلنا بلي العملية معقدة ومعقدة جدا ولكن احنا اليوم لما استرجعنا هذه المبلغة اللي ممكن نصرح به رئيس الجمهورية الحجة المليحة في اللقاء هذا اللي قلت لك سيا هو احنا في الجزائر واش يخصنا يخصنا واحدة الامورات غي صغار ولكن ذات اهمية بالغة وهو التنسيق والتواصل التنسيق والتواصل علاش التنسيق والتواصل لان يقولك الطبيعة تقبل فراغ تقبل فراغ لما يكون هناك فراغ يجي التأويلات ويجي كذا عملية التنسيق والتواصل يعني والتواصل تخلي المواطن يعيش الحدث ويمشي في الركب وتخلي المكان للإشاعات وتقتل للإشاعات واصحاب الناس اللي يستغناءوا من الإشاعات والناس تباحهم ويقولك قالوا وهو والله ما تقال يقولك والله اللي قالوها في اليوتيوب وقالوها في كذا وبالتالي هذه الأمور هذه الأمور احنا ماذا بينا تكون سمنة حميدة وتؤكد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر